الجزء الثاني اللي احنا نتكلم عليه اللي هو الاسيمتريك اسيمتريك انكريبشن تمام؟ احنا مثل ما قلنا في عدنا السيمتريك وفي عدنا اسيمتريك قلنا السيمتريك هو يستخدم مفتاح واحد تمام؟ الاسيمتريك يستخدم مفتاحين لاحظة هنا هاي الصورة كلش جميلة جميلة عندك مفتاح واحد الاسيمتريك شراسم لك مفتاحين الاسيمتريك يسمونه ايضا بالpublic key encryption يعني اذا واحد قالك public key encryption هذا القصده بالاسيمتريك encryption اللي هو يستخدم مفتاحين وهاي المفتاحين لهم علاقة بعض بمعادلة رياضية يقدرون يتعرفون على بعض المفتاحين المفتاح الاول نسميه بالpublic key هذا المفتاح يتم نشرها وتوزيعها للناس والمفتاح الاخر اللي هو الprivate key اللي هو تحتفظى بالنفسك واللي مفروض ما تشاركه ويأي احد اوكي؟ لان اذا حصل على الprivate key فممكن انه يكسر التشفير هذا بالنسبة لصورة الاسيمتريك تمام بس الآلية ما لتشلون؟ طبعا هذا تم تطويره بالسبعينات ايضا وكان محتاجين شنو؟ محتاجين انه احنا لما نجي مثل ما قلنا الشارت key اللي تكلمناها بالسيمتريك احنا قلنا حتى تفك التشفير لازم الطرف الآخر هم يحمل نفس المفتاح بس انا ما قدر انشر المفتاح حيث شوما كان لانه انا اذا نشرت المفتاح عبر النيتورك ممكن اي واحد يلتقط الشارت key ويقدر يفك الكلام الغير مفهوم فكان المفروض من عندنا نكتشف تشفير اخر يقدر يشفر هذا الكي ايضا لذلك السيستم الحالي او التطبيقات او البرامج اللي تشغل حاليا تعتمد على النظامين او تعتمد على النوعين خلي نقول السيمتريك والأي سيمتريك الأي سيمتريك خلينا نجي نسبق الاحداث الأي سيمتريك يعتبر كحماية للسيمتريك اللي هو الشارت key بس اشلون جاي تشتغل الآلية مالتا خلنستخدم الانوتايشن وننضح لكم الصورة نرجع مرة اللاق للسيناريو اللي احنا عملناها بالسيمتريك لكن هالمرة راح نعملها للأي سيمتريك عدنا هنا انا محمد يريد ينقل رسالة الى منو قلنا الى علي تمام اوكي اهنا يحتاج محمد الرسالة نفسها نص الرسالة اللي احنا قلنا عليها مثلا تمام هذا يحتاج انه محمد يشفرها يشفرها عن طريق الـ public key بعد ما تم تشفيرها يقوم بارسال الـ ciphertext الكلام المشفر وصل لعلي علي حتى يكسر التشفير هذا يحتاج الى الـ private key والـ private key يرجع الكلام لأصله اللي هو hello فبالحالة الـ public key لمحمد يقدر يشفرها بأي مكان ما يخاف عليه ليش؟ لأن الطرف الثاني بس يحتوي على الـ private key وحتى تكملها يعني نقدر نعتبر انه الـ public key هو الناقص الـ private key يكمله حتى يفك التشفير مالتا تقدر تقرب بهاي الصورة في الـ asymmetric encryption طبعا تحتوي على الـ RSA التشفير إذا سامعين بيها وأيضا الـ PGP يستخدمون مفتاح واحد للـ encryption ونفس الوقت أيضا يستخدمون مفتاح واحد للـ decryption يستخدمون مفتاح واحد لعملية التشفير ويستخدمون مفتاح واحد لعملية فك التشفير تمام؟ هذا وين يستخدمون الـ asymmetric يستخدموها بالـ key exchange confidentiality بالـ authentication username password وبالـ digital signature لما نجي نفكر بموضوع الـ asymmetric encryption فهي آلية مالتها أو الخوارزمية مالتها تعتمد على مجموعة عمليات ضرب وتقسيم فتحتاج إلى خلي نقول نقدر نسميها تعقيد وبروستس كثير يحتاج لك CPU كثير تمام؟ فهذا رح يأخذ وقت كل شو هواية حتى أنت تقدر تكسر تشفير مالتها لكن أيضا يعتبر شنو عملية إنتاج هتكون معاقدة جدا كـ security هي الأفضل ليش؟ لأن عملية كسر التشفير مالتها صعب جدا تمام؟ فمعظم الأنظمة التي تشتغل على موضوع security أو على موضوع الـ encryption التشفير دائما تكون hybrid بمعنى مزيج الأنظمة الحالية اللي نستخدمها نحن بالتطبيقات مواقع التواصل وغيرها دائما تكون هي خليط هي مزيج من الاثنين يستخدمون فيها symmetric ويستخدمون فيها asymmetric encryption أكيد رح تسألوا في نفسكم إذا نحب نطبق الموضوع شو رح نقدر نطبقها خلنأخذ فتة مثال بسيطة هنانا إذا عدنا موقع اسمه iGolder dot com أقدر نطبقكم هذا الموقع على chat حتى وضح لكم هي قال نجي نجرب إذا أجينا على الموقع هذا شنو اللي أحتاج أنا خلنمسح الصبورة هذا الموقع رح يطينا مثال جميل جداً إنه إحنا نستخدم ال-symmetric and ال-asymmetric and بالشات هذا اللي هو ال-pgp encryption طيب هذا هي صورة من الموقع أنا أريد أشفر على سبيل المثال خلنفتح لنا هنا text editor أو أي شي كان هذا هذا pgp key generator أضغط عليها أول شي لازم أولد المفتاح مثل ما اتفقنا طيب أولد المفتاح على سبيل المثال كتب هنا ال-email multi محمد dot عيسى at code for iraq dot org والطيلة مفتاح خليكن هذا مفتاح 1 2 3 4 5 6 حلو زين بعد ذلك شا أحتاج بعد ذلك أحتاج أضغط على شي اسمه هنا generate pgp key أضغط عليه راح يولد لي لاحظ هنا ولد لي شنو ولد لي pgp key ولد لي private key ولد لي شنو public key جميل أخذ هذا بداخل التكست وأجي أضيفه مثلا هنا أفتح لي tab هذا يحتوي على private key كلها تنزخة هذا يحتوي على public key كلها أنزخة وأعمل لها paste حلو زين الآن صار عندي public key ومنو private key أجي لآلية التشفير شون أشفر عندي شي هنا اسمه pgp pgp encryption message أضغط عليه أجي هنا هنا عندي شي شي يقول لي يقول لي أنطيني public key مالتك تلاحظ pgp public key أنطيني وأنطيني المسج to encrypt حتى أشفر لكي أنطيني المسج اللي تريد تشفر زين public key إحنا صنعنا نجي هنا وين هذا هو public key أجي أخذه من البداية ولحد النهاية copy وأجي أخلي هنا هاي واحد المسج اللي أريد أشفرها شنو هي قلنا المسج هو code for Iraq خليت هنا هنا شي يقول لي شفر المسج encrypt message أضغط عليه ألاحظ تم تشفير المسج جميل جدا هذا هو المشفر من begin pgp message إلى end pgp message تمام هذا أجي أقول لي copy إذن هذا هو الكلام المشفر حلو زين هذا الكلام فلنفرض إنه وصل لنا شون أفك التشفير عندي شي اسمه pgp decrypt message أضغط عليه هذا اللي يفك التشفير هنا شي يقول لي يقول لي pgp encrypted message المسج اللي تم تشفيره أجي أخلي هنا أنا هذا الكلام اللي غير مفهوم لاحظ هذا الكلام غير مفهوم هذا الcypher text اللي تنا نقول عليها زين بعد شا أحتاج أحتاج إلى private key أنا أعرف إنه ونسخط الprivate key وين هنا هذا هو الprivate key أخذ الprivate key كله للأخير okay this one نأخذ منا كامل copy and أجي هنا أسوي لباست حلو تذكرون الباسورد اللي خلينا بوقت هوي الإيميل 1 2 3 4 5 6 حلو خلونا نجي نفك التشفير decrypt message لازم يرجع لي شنو لاحظ code for Iraq لتلاحظ code for Iraq تمام طلع لي إياها ك text واضح يبقى عرضنا ال hash الجرثم هذا ما رح أقدر أشرح لكم إياها سأعرف إنه ودماغكم انترز معلوماته هواية وعدكم أسئلة كثيرة فهذا رح يبقى لنا الأسبوع القادم بس أنا حبيت أعمل فتشي عملي حتى يتوضح الفكرة عدكم لهنا تمام كل شي واضح ماكو مشكلة ترجمة نانسي قنقر